اشتركوا في القناة بس قبل راح حط على السكرين بعض الصور وانتو وانا بدنا نتذكر مع بعض كلمات اتعلمناهون بالانجلوش اول شي عندي انا الكفوف يلي بلبسون شو بقللون؟ وفي عندي كمانة كفوف اذا بتتذكروا اخدنا قبل ما بيكونوا على كل الايد يكونوا قصم منهم قصم من ايدنا مبين بقللون ميتنز بقللون ميتنز ما عندي هون كمان بلبسها فوق تابل حتى ما سقع شو بقلها؟ جاكت وهايدا البوتس يلي بلبسوه متل البوتس بس ما بيخلي الميتفوت ابدا لجوه بقللون جاكالوشز يلي عم يتذكر انا كتير مبسوطة منو وانا عندي كمانة كفوف وهايدا الكنزة شو بقلها بالانجلش؟ بتبلش باللتر اس سوه سواتر وعندي هون ساكس تلبسون بالشتي لحتى يدفوا لي اجريه جوارب واخر شي اذا انا ديناية سقعوا بالشتي شو بحط على ديناية لحتى اتدفه؟ اير اير مابس بحطون وبيدفوا لي ديناية هاو دي كننون هلا رح نشوفون كامل بالفيديو بتاعون روح شوي ونحضر الفيديو ونتذكر مع بعض بعض الشخصيات يلي قطعوا معنا برجعلكون انا من بعد الفيديو ترجمة نانسي قنقر وقالوا في المنزل الوقت في المنزل Their cousins Jack and Jill had invited them to spend the weekend at their mountain house Sam was very excited but Pat was not I don't like winter I don't like wearing thick clothes he said Jack, their cousin had told them to put on warm clothes and to be ready to play outside in the snow Pat and Sam got ready they both put on sweaters and pants that would keep them warm they didn't forget their thick socks and winter boots before they left the house they both put on their winter coats they each also had a scarf mittens, earmuffs and a pair of galoshes the ride up to the mountains was nice but long when they arrived they spent the whole day outside they made a snowman and enjoyed their day together because of the weather who had to go to sleep Hey everyone, you remembered the video? I remember Pat and Sam and Jack and Jill لوين راحوا وشو عاملوا فوق لعبوا بالتلج تعونا تذكر مع بعض من أول وجديد انتوا صرتوا تعرفوا تقروا كتير منيح نصنا عنوانوا Winter Wonderland بديكن تفتحوا هنا يكون منيح Open your eyes well Open your ears well And look at the board بدي أنا وياكن مبلش نتهجى النص من أول وجديد أول شي عند الناس Saturday Last Saturday أمتين صارت أحداث القصة Last Saturday شو يعني Saturday سبت سبت الماضي بقى had and sam woke silent e woke up early باكرا يعني early وإذا بدي قول متأخر بقول شو ضده What's the antonym? Late Walk up early to get ready for a هايدي الكلمة الكبيرة رح أقسمها قسمين ويك ويك وي عندي ضابل اي اي شو ضده علىيا اي وي ويك أَنْد أَمِتَلْ أَج أَنْد ويك أَنْد ويك أَنْد أَنْد شو منلفز؟ غاو دي two letters أَو Very good أَو إلنا قبل أو يو في ألفزون أَو مه أَو مون مونتنز مونتنز أخذنيها قبل مونتن جبل مونتنز جبل ساتردي ساتردي قصمت أنا three parts لأنها كبيرة ساتردي ساتردي بات أنت سام ووك أب أرلي استيقظوا باكرا لجهزوا حالون بدون يطلعوا يقضوا نهاية الأسبوع وين in the mountains راحين عن الشابل there شو يعني أولاد العم؟ شو بقول أولاد العم؟ there cousins their cousins شو اسمو كان jack and jill very good jack and jill had invited 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 يعني داعوون had invited them to spend and spend تلعوا هون عندي كمان and هون عندي كمان and بس بالأول spend 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 يعني يمضوا to spend to spend the week and at their mountain house 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 and and at their mountain house فإزان كزين يعني أولاد العم كان عندن هني jack and jill لوين داعوون؟ داعوون حتى يمضوا نهية الأسبوع عندن بالجبل عندن بيت بالجبل سام was شغوه was where to be ما تنسو where to be in the past tense بالpresent تبقول I am you are he is she is it is بالpast tense تبقول I was you were هون عندي was سام was very excited excited شغوه يعني excited are you excited هل انت متحميس excited يعني كان كتير متحميس سام was very excited but ب but مت الأمبرلا but bad was not مين كان متحميس سام بس bad ما كان متحميس I don't like winter I don't like winter I don't like wearing wearing thick clothes thick clothes فإذا نحن بقول bad هو مانو متحميس لأنو ما بحب الشتاء I don't like winter I don't like wearing thick clothes ماشي يعني بد يلبص تياء بسميكة لأنو في برد كتير بالجبل and it's winter ايا فصل ايا فصل فصل الشتاء وما بحب يلبص تياء بكتير اسميكة I don't like wearing thick هوني شو لفزت الث thick thick clothes he said jack أو jack اللون إنو لازم هنا يلبصو to put on warm clothes بدون يلبصو تيئ يبدا فيهم and to be ready ready to play a play outside طلعو هون عندي silent e كيف أثرت على الفوال اللي قبل الاي خلفنا ننفذ اللفظة الطويلة متل اسمها eye side side outside outside side شو تدده inside outside inside in the snow in the snow فإزان قال لون jack إنو لازم يلبصو تيئ بسميك ليش لأنه هن لازم يتحضروا فيلعبوا برة بالثلج في فلج وطلعين ينبسطو يلعبوا مع بعض سوهن الworm clothes اللي لازم يلبسون شفنهم بأول الحلقة بدون يلبسوا sweater كنزة galoches يلبسوا بإجرون galoches تحت ما يفوتوا ماي شو كمان jackets أو coat coat مهطف شو كمان فيون يحطوا scarf وشاح earmuffs earmuffs mittens mittens هاودي كلهم يبسون تايحضروا حالهم يلعبوا بالثلج تذكرتمون وإن شاء الله أصدقائي تكونون عرفتوا تقرؤوا كل النص معي رحقولوا أنا للمرة الأخيرة بقراء وبعطيكم وقت تعيدوا من وراي صرتوا قلتوا كتير شاطرين وبتعرفوا تقرؤوا رحنبلش سوا are you ready one two three let's go winter wonderland last Saturday Pat and Sam woke up last Saturday Pat and Sam woke up early to get ready for a weekend in the mountains that is on Pat and Sam woke up early to get ready for a weekend in the mountains their cousins Jack and Jill their cousins Jack and Jill had invited them had invited them to spend the weekend at their mountain house to spend the weekend at their mountain house Sam was very excited Sam was very excited but Pat was not but Pat was not I don't like winter I don't like winter I don't like wearing thick clothes I don't like wearing thick clothes he said Jack their cousin had told them Jack their cousin had told them to put on warm clothes to put on warm clothes and to be ready to be ready to play outside in the snow home هذا هو الناس أصدقائي مرق معنا بقلب الناس was وتذكرنا انه هيدا verb to be شو رأي كن اكتب verb to be على السريع قبل ما نتوقف لفاصل الصغير خالينا ان نكتب على اللوح verb to be إحنا أخذني بالsimple present tense إلنا I am You are He She و It بقول Is He is She is It is We are You are They are هيدا بالsimple present tense Verb to be أما إذا بدي حطوه بالزمن الماضي متل ما مرأ معنا بقول I was You were He She و It حطوز We were You were They Were أذن هيدا verb to be Simple past tense في two words ما رأوا معنا بالناص عطيتكن أنا ضد طبعون أول وحدي early شو قلنا ضد طبعا؟ Late Very good و تاني وحدي Outside شو قلنا ضد طبعا؟ In Inside Very good أصدقائي خليني هلأ نتوقف لفاصل صغير وبرجع لكم In winter وهلأ أصدقائي الكلمات اللي أخدنيها قبل أنا عندي هون على كاردز بدأ نلعب لعبي مع بعض أنا رح فاجيكون الكارد وإنتوا بتكون تقولولي شوفيه بألبو جاهزين؟ Are you ready؟ أول كارد عندي يه؟ طلعوا I have socks I have socks I have I have a sweater شو عندي هون؟ A pair of caloches هون عندي boots boots وهيدا ويشاح شو بقلو؟ Scarf Very good وهون عندي معاطف أو معطف قول one coat وإذا بديقول لها بالجامعة بقول coats coats وهو دي بقلون بيتفوض هنا هنا بقلون ear earmuffs إذن هو دي هنا الكاردز رح أبرومون على السريع وربعض socks سواتر pair of galoshes boots scarf coats earmuffs هو دي الكلمات ما تنسون أبدا وهلأ أنا وياكم بدنا نجرب نكتب مع بعض بعض الكلمات أنا عندي game جبت معي في عندي board هون وعليه بدي جرب أنا عندي letters طلعوا letter S عندي letter P letter A letter T and letter M وبدي جرب هلأ أعمل منهم كلمات أنا بعرفة وما رأيت معي فيه أول كلمة نزل الأس شو عندي كلمات بتبلش بالأس إذا دزلت الأس والأ س س س س س س س سام فيه يقول سام إذا زدت بالآخر م سام س أ م سام وفيه يحط محلة كمان ت بتصير س أ ت س أ ت س س تلعوا فيه أنا أعدت I س س أ ت س أ ت فإذا س س س س قدرت أعمل منهم كلمتين وإذا شلت أنا الأس حطيت محلة ب ب ب ب أ ب ب ب ب يحط ب ب أ ب ب فيه يحط ب ب صديقنا ب ب ب أ ت ب ب ب ب ب ب ب ب ب فيه يحط س س س س في شي بعض الكلمات فيه أعملها إذا حطيت الت بالأول و A T A T T T T T T T وفيه كمان بطلب منكم تتهجوا هيدا الكلمة س أ P س 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 بعد الكلمات أنا هم باخترعون لحتى نتحجيهون في حط شفتوا أنا أصدقائي عندي أنا طلعكم لتر وعملت منه كلمات كتيرة بدي منكم أنتو تجربوا تكتبون عندكم وكتبوا قد ما فيكم كلمات كل كلمة فيها تكون من 3 letters وبعطون على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com سلاش مدرستي 67 kids أنا هلأ أودعكم تركون بالحلقة المقبلة باي باي أمدرستي 3 أجهزة آدي گاشش اشتركوا في القناة